سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة احنا ما زلنا بنصلي النهاردة من اجل السودان وشعبها وانه الرب يعطي قوة وحماية للشعب وانه يوقف الحرب دي ويعطي حكمة ويعني اتضاع للقادة ويرسل رسل سلام من عنده يكونوا في الوسط والله يستخدمهم في انهم يوصلوا لحلول لانقاذ هذا الشعب رب احنا بنرفع امامك صلاة من اجل كل المحتاجين الخائفين المهددين المتألمين الان تحت ظروف الحرب انك انت تكون المعين لهم في كل حين وفي كل احتياجة رب في مجعات بنسمعنا بنرفع امامك صلاة من اجل انك انت اللي توفر بصور اعجازية للاطفال والناس المحتاجة لطعام اليوم النهاردة وانك توقف هذه الحرب في اسم يسوع المسيح امين حلقة النهاردة احبائي هتكون بعنوان الاجهاد حل ام جريمة الحقيقة ان الاجهاد من المواضيع اللي بيدخل فيها تفاصيل كتيرة وهو من المواضيع الصعبة اللي ما بنترحها كتير بتلمسنا احنا شخصيا انتوا عارفين انه فيه احصائيات بتقول انه واحدة من كل خمس ستات في العالم عملت عملية اجهاد في يوم من الايام انا قدمت لكم حلقة قبل كده في الموضوع ده وقدمت فيها شهادة شخصيا عن نفسي انه انا كمان كانت عندي الخبرة السيئة دي وعملت اجهاد في يوم من الايام فانا بتكلم عن موضوع انا مش منفصلة عنه انا بتكلم عن موضوع انا يعني قلمني انا شخصيا واثر علي انا شخصيا وعشت مع سيدات في حياتي يعني امام الله ناخد منه شفاء للامر ده لانه بيترك اثار نفسية كبيرة جدا على الانسان فالاجهاد موضوع مهم فيه تفاصيل وجوانب كتير لازم نتكلم فيها فيه جوانب قانونية اخلاقية اجتماعية دينية انسانية بكل معاني الكلمة واجتماعية بكل معاني الكلمة واحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في تفاصيل مختلفة عن الموضوع ده والحلقة كانت من سنين طويلة فانا يعني المرة دي وانا بصلي شعرت انه فيه احتياج لاننا نعيد طرحه من عدة جهات مختلفة اتعلمنا حاجات كتير العالم بيتغير بشكل كبير واحنا بنشوف تطورات حوالينا لازم نرجع نعيد التفكير في الامر ده ونشوف لو انا بفكر اعمل اجهاد لو واحدة اللي بيسمعوني النهار ده او زوجه زوجة قاعدين بيسمعوني او ناس غير متزوجين وحصل حمل وبيسمعوني النهار ده وبيفكروا في الامر ده لازم يكون في واقفة حقيقية العالم بيعلم حاجة واحيانا الدين اللي انت بتتبعه بيعلم حاجة لكن الله الحقيقي عايزك تفهم وتفهمي حاجة مهمة قوي عن محبته للانسان عن نظرته ليكي عن وجوده معاكي في الموقف اللي انت فيه النهار ده حنشوف كده نظرة عامة اللي بيحصل حوالينا في موضوع الايجاد والتطورات الجديدة اللي في العالم ونتكلم عن الامر ايضا بصفة شخصية الخطوط مفتوحة ليكم خط الواتساب مفتوح اللي عنده خبرة حابب يشارك بيها او سؤال في هذا الامر انا اكون سعيدة اني اسمع منكم فيه اولا نقطة هامة فيه نظرة خاطئة جدا عند الكثيرين من الناس في الشرق انه نسب الاجهاض في الغرب هي الاكبر على الاطلاق وبينسبوا ده للحريات في العلاقات الجنسية زي ما بيدعم لكن في الواقع ده مش حقيقي في معظم الاحوال صحيح فيه حريات عند الناس في الغرب مختلفة عن الشرق في نوعيات العلاقات الانسانية الموجودة بينهم اذا كانت علاقة جنسية بدون زواج او اذا المجتمع بيبصلها كلام ده كله ده مختلف صحيح لكن احنا كمان عندنا دلوقتي في الشرق برضو فيه ناس بتتكلم صراحة عن انهم عايشين مع بعض من غير جواز وانه دي او جواز عرفي او يعني فيه انواع تانية وطرق تانية الناس بتعيش بيها نفس الحكاية لكن هتكلم عن الغرب بالذات مش حقيقي انه السبب في الاجهاد هو العلاقات الجنسية المفتوحة او الحريات الزيادة لان يعني فيه هناك اسباب اخرى ومش صحيح ان الاجهاد اكتر في الغرب لانه الاجهاد مازال يحدث في الدول العربية والاسلامية بنسب كبيرة جدا والاسباب مختلفة ومتعددة احنتكلم فيها ايضا خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده انا اخترت سلايد واحد لاحصائية عن نسب الاجهاد الاحصائية دي اخدت العالم كله من 2015 ل2019 احنا شايفين الالوان الاخضر المتبينة دي الالوان الخفيفة اللي انتو شايفينها فوق ده يعني نورث امريكا واوروبا هم الاقل في نسب الاجهاد عن بقية العالم اللي تحت وخاصة شايفين اكتر مكان متركز في نسب اجهاد عالية عندنا ليه غالبا في اباحة مسموح بيها دينيا مختلفة شوية عن الغرب في ايضا مفيش مجال للاطفال اللي بيجوا من علاقات غير شرعية زي ما بتقولوا عليها بالنسبة للدين يعني مفيش مجال لان الاطفال دول مثلا يتبن انه في عائلات اتعتني بيهم مفيش مجال يبا يتركوا في الشرع يبا يروحوا للملاجئ فالحقيقة انه الخريطة دي كانت مذهلة جدا بالنسبة لي فكمان شرق اسيا هتلاقي فيها اكتر لانه مفهومهم عن هم عايزين يبقى عندهم قد ايه عيال والاجبار احيانا لبعض العائلات على الاجهاد علشان يكون لكل عائلة عندهم عائل او اتنين بس يعني طرق تانية في الحياة لكن زي ما قلتلكم المسألة مش انه الغرب علشان فيه تسيب او عدم تدين والكلام ده كله لانه ده مش حقيقي ده مثلا انا حبيت ان انا حطه في الاول كده عشان نسيب الاتهامات بعدم الاخلاق والانحلال على جنب وننظر للقضية الاهم وهي اسباب المرض الاجتماعي والروحي ده اللي احنا بنشوفه في الغرب وفي الشهر في الغرب بالرغم من الحريات الموجودة الا انه فيه ادوات اخرى بتستخدم يعني موضوع التبني ده مفتوح ومرغوب فيه جدا واحيانا الناس بيبقى عندهم يعني طلب على التبني اعلى كثير من الاطفال الموجودين فبيتبنوا من بر فكمان الاختلاف في موضوع الاجهاد في الغرب هي اختلاف القيم في المحافظين والليبراليين الموجودين في الغرب في فرق المحافظين بيقولوا لا احنا عندنا اهمية الحفاظ على الحياة والليبراليين بيقولك انا لا انا عندي حق الاختيار القضية بتنحصر في الشقين دول حرية الاختيار وقداسة الحياة المحافظين بيبقى معظمهم مسيحيين عارفين انه الله قدس حياة الانسان ايا كانت في حرمة للحياة الانسانية لكن من الناحية التانية الليبراليين بيقولوا انه المرأة لها حق الاختيار ده جسمي ده جسدي ده ده دي حياتي انا اللي اختار واحيانا ده بيجي على يعني الراجل اللي في حياةها يعني ممكن يكون الراجل اللي في حياة البنت دي عايز الولد يربيه ومايقدرش يقول انا عايز الولد الموضوع ده تطور واختلف في سنة 1996 من حدثة حصلت او يعني موقف حصل في دالاس تكسس كان فيه بنت عندها 21 سنة حملت مش معروف هي كانت متجوزة ولا مش متجوزة يعني دي مش قصتنا يعني ولكن حولت انها تعمل اجهاد لكن الاجهاد كان ممنوع في تكسس فرفعت قضية بتقول فيها انه حق الاجهاد حق مكفول لها حسب الدستور الامريكي ورفعت القضية اتنين محاميات مسكوا القضية بتاعتها والمدعي بتاع الحكومة وقف قدامها سموها او سمت نفسها علشان الناس متعرفش اسمها الحقيقي جين رو والمدعي اللي كان واقف قدامها كان اسمه هنري ويد سو القضية كلها معروفة دلوقتي باسم ايه؟ رو ويد يعني رو الست قدام المدعي اللي اسمه ويد المحكمة رفضت طلبها فرفعت الامر لمحكمة الدستورية وفضة القضية دي قائمة لعدة سنوات جين خلفت بنتها والبنت معروفة النهاردة بانها دي البنت اللي كان الجدال عليها في انها تجهد او لأ وبقوا يعني في الوقت ده الناس كانوا بينادوا بقوا انه لازم يكون هناك اجهد آمن للستات وفضلوا المحافظين والكنيسة بشكل عام بيحاولوا يغيروا الامر ده برفع قضايا مضادة للموضوع ده من سنة 1966 الى النهاردة لحد السنة اللي فاتت غيرت المحكمة الدستورية او قلبت الموازين واعطت قرار انه الولايات المختلفة لها حق منع الاجهاد او تقنينه وكل ولاية ابتدت تختارهم ما عايزين يمنعوا الاجهاد او لا او يبقى ايه الحاجات اللي تكون مسموحة في ده ولا لا الفكرة في الموضوع ده يعني انا حكيت لكم بس الحكاية عشان نقول الاختلاف اللي حصل في العالم النهاردة ده شكل وايه في الغرب عندنا شكل وايه بقى حنشوف بعد شوية الفكرة في موضوع حق الاختيار وجسدي انا وانا حرة ودي حياتي الحقيقة بيخلينا نقف ونتساءل يعني بشكل واضح جدا عن انانية المتكلم في هذا الامر اولا اختيار الست انها تكون عندها علاقات مفتوحة او غير مفتوحة ده اختيارها هو الشخصي لكن هذا الاختيار النتج عنه حياة انسان اخر او حق انسان اخر في الحياة يجب ان احنا نقف عنده عشان كده المحافظين بيقفوا قدام ده ويقولوا ان الله اعطى حق الحياة لهذا الطفل اللي انتي اخترتي انه ينتج عن العلاقة دي متقدريش تاخدي حق الانسان ده او تاخدي حق الاب مثلا يعني على مدى حياتي في الخدمة اتقابلت مع شخصيات في الغرب بنات كانوا عايزين يعملوا اجهاد واقعت معاهم وكلمتهم عن حق الانسان اللي في بطنها ده ويعني ازاي الله ممكن يرسل لها معونا وازاي الطفل ده ممكن يكون سبب تغيير في حياتها وفي نفس الاعداء اللي انا بقعد اتكلم فيها مع الام كان بيكون الاب موجود الاب بيبكي والام مصرة على انها تجهد الطفل فيه عملوا كده وفيه لا الامر هنا بيرتكز على انانية الانسان ومش بتكلم على انانية الست فقط ولكن انا بتكلم على الانسان اللي بيشوف نفسه اهم من اللي حواليه اما بقى فكرة حق الحياة فهي بكل بساطة تعود الى احترام الانسانية بصورة متوازنة الانسان اللي خلق على صورة الله ومثاله الكتاب المقدس واضح جدا في احترام الحياة والانسانية مفيش حاجة في الكتاب المقدس اسمها اجهاد بالعكس فيه يعني تجريم لأي حد يضرب واحدة ست مثلا ويحامل فالطفل يسقط ليها قصاص ليها كان دفع ديئة في العهد القديم لانه الله يحترم حق الحياة مفيش حاجة اسمها في الشهر الاولاني ولا التاني ولا مائة وعشرين يوم لا 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 فيه طفل في بطن الست دي سواء كانت شهر ولا تسعة شهور الطفل ده ليه حق في الحياة وبتعتبر جريمة قتل اهدار دم النقطة الاعظم والاهم اللي كل اللي بيتكلموا عن حق الحياة بيمسكوها بالنسبة لي انا دي هي النقطة الاهم لما يقول كده الكتاب في ارمية واحد الرب بيتكلم مع ارمية وبيقوله بيقول كده فكانت كلمة الرب الي قائلا ارمية اللي بيقول وهو واقف قدام ربنا الرب بيقوله من قبل قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب دي مش قصة ارمية لوحدها دي قصة كل انسان سمموا الله وخلقوا الله لانه الانسان في فكرة الله من قبل ما يكون في بطن امه فهل الفكرة دي هل الله يعني خلقته اللي هو بيقول انا من قبل ما انت يعني احطك في رحم امك انا كنت عارفك من زمان من بدء الخليقة كلنا كنا في فكرة الله هل لاني ولدت ابقى بس موجودة ولا انا كان ليا وجود في فكرة الله لاني خلقته صنعته فكره انتجني لهدف الانسان يعني انا قدامكم النهار ده انا تولدته لكن كان ممكن امي تقرر ان انا ما تولدش فكانت حتمسح بأستيكة اللي الله كان عايزه يحصل من خلال حياتي اللي بيحصل النهار ده من خلال حياتي الله كان عارف انه وضع فيا الباب المفتوح لانه حياتي يكون ليا الناتج ده فيعني انا مقدرش اشوف انه مثلا لما بيجوا يعملوا الاطفال نبيب ويحطوا يلقحوا البوايدة وهي برة الرحم اصلا اقدر اقول ان ده بقى طفل ولا ما بيتحط جوه الرحم ويبقى طفل كان طفل في الطبق ده اللي هم ركبوه فيه ولا لقى ايوة طبعا ايوة اتولد انسان لانه كان انسان في فكرة الله وفي قلب الله فاذا قتلت الطفل ده انا في نفس الوقت بقت الانسان اللي كان ليه مستقبل وانا قررت اني اخذ منه المستقبل ده لاني انا نية لاني فكرت في نفسي لاني بحمي نفسي لأي سبب من الاسباب فيه اسباب كتيرة في الشرق بتخلينا نقول يعني طب البنت اقتصبت طب العيلة هتتخنق مع بعضها طب هقتلوها طب وما هتتطلق الكلام ده كله دي حاجة واني دي جريمة دي حاجة تاني واني ده انسان ليه حق الحياة حاجة تاني النهاردة الصبح كنت بتكلم مع امرأة سبعينية شاركتني بخبرتها وقالت انه دي كانت حاجة عملتها قبل ما تؤمن بالمسيح خالص وانها الحد النهاردة متقلمة وده ليه اثر على حياتها لانه عندما نفهم لما تفهم امتك انت في قلب الله هتفهم قيمة هذا الطفل اللي هي فقدته لكن الامل اللي بقوله حتى دلوقتي قبل ما روح لنقطة تانية انه اللي بيعرف حبة المسيح وغفرانه الله بيدي له شفاء قياسك على او قياس الست اللي بتقرر انها تعمل اجهاد او اللي بتبقى حاسة انها مضطرة تعمل اجهاد على احتياجاتها الشخصية هائية قياس غير متوازن لانه فيه انسان كامل في الوسط النهاردة اللي بتكلموا في الغربة على قدسية الحياة هدفهم مش حماية الدين وقوانينه ودي نقطة مهمة جدا لازم اقف عندها المحافظين او المتدينين من المحافظين والكنيسة اللي بيكلموا في موضوع قدسية الحياة هما مش بيدفعوا عن دين مش بندفع عن المسيحية مثلا وعلى فكرة الناس تقولك يعني موضوع الاجهاد ده واضح جدا في الكاتوليكية لانهم بيجرموه مثلا في الكاتوليكية وانها ده خطيئة مورتلسن يعني حاجة خطيئة قتلة جدا لا ده مش حقيق ده فكرة الكتاب المقدس ده فكرة الله الله معطي الحياة والحياة مقدسة فيه فاهداف الناس دي هي مش حماية الدين لكن فهمهم لقلب الله ومحبته للانسان بيجعلهم يناصروا حق الانسان في الحياة في الشرق الاجهاد بياخد صور كتيرة ومختلفة ولأسباب مختلفة على رأسها بالنسبة لي أنا الظاهر يعني هو الخوف من العار لأن الستة أو الراجل اللي بيزنوا عندهم طفل غالبا الستة الأكتر يعني الراجل عادي بيعدوهالو على رأي عبدالله رشدي قصد الراجل مش زي الستة يعني خطيطها هي مش زي خطيطه لكن الخوف والعار هو يعني الحيطة الأولانية اللي بتدخل فيها أي ستة تكون حملت برة إطار الجواز والنقطة التانية هي عدم فهم قيمة الحياة الإنسانية لأن الإسلام بيدي يعني تعاليم مختلفة شوية هو اللي يفطى أنه الإجهاض حرام بس تحتها تفاصيل أخرى هنتكلم فيها وأنه أحد الأسباب الأخرى أن إحنا تعودنا على ثقافة الموت وثقافة البقاء للأفضل فأنا حياتي ولا حياتي الطفل راحتي ولا راحة الطفل ده موجود حتى ولو كان الشيوخ بيقولوا حرام لكن هنشوف النهاردة أنه في الحلال في هذا الموضوع خطير جدا الحاجة التانية المهمة قوي أنه مفيش تعاليم في الشرق بيعلم إزاي نواجه المشاكل الحقيقية فنغطي الستة ونلبسها حجاب ونقول ده عفة وهي من داخل وقية تحت الحجاب بتعمل كل عزاء مش بتكلم على كل الستات أنا بتكلم على المبدأ احترام نفسي واحترام خلقة الله اللي فيها واحترام محبة الله ليا يعلمني أني لازم أتعلم العفة الحقيقية من القلب اللي تخليني ما بقاش عايزة أخطي الخطوة دي علشان يبقى في حمل بعد كده خاف منه وحتى لو كان فيه غلط وفيه حمل هناك طرق أخرى هدفع فيها تمن تعلمني أتحمل المسئولية لكن ما عندناش مجتمع يساعد على تعديل ده فيبقى عندنا الصورة الأولانية دي اللي انتوا شفتوها من التركيز الغير عادي في يعني كتر الإجهاد في الشرق بالشكل ده فرق كبير فرق كبير جدا أنا فاكرة من ضمن الحاجات اللي كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت أنه فيه ناس مثلا في المغرب كان وقتها ما كانش فيه حتة يعملوا فيها إجهاد فكان فيه مراكب بتيجي مراكب طبية يروحوا يعملوا فيها إجهاد يطلعوا المركب يعملوا فيها إجهاد ويرجعوا بيوته معادي يعني يعني الأعداد الأطفال اللي ماتت بسبب الجهل والأنانية وعدم فهم قيمة الحياة أعداد رهيبة جدا سيطرة الدين الإسلامي أيضا بتخلي يعني بتخلي تفاصيل الأحكام تتوه الإنسان وما تخليهوش يبقى فاهم إذا كان ده صح ولا غلط أنا بشتغل بحرام ولا حلاء مش صح ولا غلط من الله ولا مش من الله في الأيام اللي فاتت أنا قريت وسمعت كتير في الموضوع ده خاصة من شيوخ المسلمين في الشرق وفي الغرب لقيت حاجة يعني مهمة أوي لازم أعمل لها يعني أعمل لها هايلايت كده قدامكم أنه الشيوخ المسلمين اللي في الغرب بيفتخروا الأيام دي أنهم وسطيين حتى في الإجهاد بقتوا وسطيين فأقول لك الشيوخ في إنجلترا مثلا في عدد من الشيوخ بيتكلموا في الموضوع ده ابتدوا يعملولوا محاضرات خاصة دلوقتي علشان خاطر الدبيت اللي حاصل أو المناقشة اللي حاصلة في موضوع الإجهاد في أمريكا فواحد من الشيوخ قال لك لأ إحنا يعني بصوا دلوقتي الدبيت اللي حاصل في أمريكا على الموضوع ده بيقول عايزين حق إباحة الإجهاد بالكامل وإنه الدين المسيحي واليهودي لا يسمح بالإجهاد لكن إحنا مجتمع وسطي فعشان كده يعني فرحانين قوي أن الدين عندهم سامح بده القول الأول إن الإجهاد حرام لازم دبقوا عارفين كده لكن إحنا عندنا تفاصيل أخرى في درجات من الإباحة مختلفة دايما عنده مخرج يضعك في يد الشيطان يقول لك حياة الأم رأي الدكتور فتوى الشيخ سماح الزوج كل ده قرروا على حسب الحديث اللي جاي ده خلينا نقرأ الحديث وبعد كده نشوف إزاي ده فتح باب للشيطان عن عدم فهم معنى الحياة الحقيقي أنا الصيد قدامك وأهو آدي الحديث ده بيقول لك عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود حدثنا عن الرسول وهو الصادق المصدوق يعني قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك ثم يرسل إليه الملاك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها صحيح متفق عليه الحديث ده هو سبب المصايب كلها في موضوع السماح بعمليات الإجهاد من قراء الشيوخ سواء كانوا بقى في الشرق ولا في الغرب الحديث ده بيقول أنه الستات أما بيحملوا بيبقى البيبي في بطنهم المفروض 120 يوم قبل ما يبقى إنسان قبل ما تنفخ فيه الروح طب بتحرك إزاي البيبي اللي جوه البطن ده يا عم ما أنت بقى أصلا يعني مفيش يوخ ستات يعرفوا يقولوا إنه لا أنا بحس بالبيبي ده بيتحرك أنا بيني وبينه رابط روحي مش رابط جسدي بس مش علشان واحدة ست قررت إنها تقطع علاقتها بالطفل اللي جواها ده فما هياش حاسة بيه لأنها بتفكر في نفسها يبقى هو ده العام لا الواقع إنه الأم بتحس بالحمل يمكن ساعات من أول يوم بتبقى عارفة إن في حاجة مختلفة أمهات كتير شاركوا في الموضوع ده فيقولك إنه أباحه لأنه من الممكن إنه يحصل إجهاد في أول أربعين يوم وده ما يبقاش إنسان أصلا ده بقى إيه حت الدم كده سائل دموي ملوش أي شكل وده رأي برأي الطبيب لو الحمل في مشكلة لو الحمل خطر على حياة الأم أو كلام من ده أو لو الزوج والأم قرروا إنه ده يحصل عندهم عيال كتير مش عارف إيه أيوة صحيح في آيات كرآنية بتقول لتقتلوا أولادكم من خشية إملاق والكلام ده كله لكن هناك تصريح إنه ده ممكن يحصل لما واحدة مثلا تروح للشيخ وتقوله حضرة الشيخ أنا يعني بردع أمثلة موجودة بتقوله أنا بردع ولبني حينشف وحملت فأنا مش هقدر مش أدر على الاتنين فيديها تصريح دي من الحاجات اللي بيدوا عليها تصريح ما هتش يقدر هتلاقي موجودة في الفتاوة في ناس متشددين شوية لكن في ناس لا وإنه الأئمة الأربعة اتفقوا أو الجمهور اتفقوا على إنه الروح ما بتدخلش إلى حتة اللحمة دي بقى اللي من نظرهم حتة لحمة غير آدمي يقولك غير آدمي بص الفيديو اللي جاي ده أقل من 42 يوم أقل من 42 يوم فهذا يعني قطعة لحم ولا يترتب عليها أي نفاس فقالوا لا يتكون الجنين إلا بعد 120 يوم يعني كم شهر؟ أربعة أشهر أربعة أشهر إذن قبل أربعة أشهر لا يقال له آدمي قبل أربعة أشهر لا يقال له آدمي وليس فيه روح وبالتالي لا ترتب عليه الأحكام فهنا الجمهور على أنه لا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر هنا على فكرة وكان بيتكلم على على إنه إذا الست سقطت مثلا بعد شهر ولا شهرين يقولك مش هتبقى هو هنا بيتكلم على الأحكام مش هتبقى نفساء بقى يعني لازم تستنى أربعين يوم على بال ما تخلص النفاس بتاعها لإنما ولدتش ده مش طفل أصلا ده حتة لحمة ده شوية دم الكلام ده لازم يتسئل فيه واحدة ست سقطت فقد الطفل جزء منها روح معاه وتبقى عارفة إنه ده طفل ده ده ابني جنين في بطني الأمر مختلف تماما لما يكون واحد راجل بيتكلم في الموضوع ده ولما يكون حتة واحدة ست بتتكلم في الموضوع ده ويقولك إنه أقل من اتنين واربعين يوم بيبقى حتة لحمة ده رأي الإسلام اللي يمناقض تماما رأي العلم دلوقتي هتشوفه بالفيديو شكل الجنين شكله إيه شهر بشهر أنا حتطلوكه لحد الشهر السادس ويقولك لا تنفخ فيه الروح إلا بعد 120 يوم حتى لو كان عنده دقات قلب لأنه هتشوف دلوقتي دقات القلب بتيجي فين يعني الشهر الأولاني دقات القلب ما بتبقاش مسموعة لكنها موجودة العلم بيقول إنه فيه 60 دقاة في الدقيقة في الشهر الأولاني خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وأنا همشي معاكم واحدة واحدة في شكل الطفل ده الشهر الأولاني بيبقى بدايات للوجه والعنين بيبقى فيه دقات قلب 60 دقاة في الدقيقة التواصل بين الأم والطفل وفي التغذية الفم والفك وخلايا الدم كل ده في الشهر الأولاني الشهر الثاني الجهاز العصبي الشكل العام للراس الودان الإيدين الأرجل الجهاز الهضمي دي يعني بداية العمود الفقري الشهر الثالث الأيدي الأرجل الأصابع الأظافر الأسنان بتبتدي تتكون في نهاية الثالث الطفل بيتكون بالكامل ويستمر بقى في النمو يفضل ينمو في الوقت ده الشهر الرابع يقولك انه القلب دلوقتي مسموع و خليني أرجع تاني الشهر الرابع القلب دلوقتي بقى مسموع الدكتور يقدر يسمعه العينين تكونت بالكامل الأسنان العظام ابتدى يبقى فيها نمو كانت الأول تبقى زي حتة حتة مقرمشة كده زي الغضروف دلوقتي ابتدت تاخد شكل العظم تنمو وتجمد يعني الطفل في الشهر الرابع بيتحرك بيمس صوابعه يعني بيحط ايده في بق ومش بس كده على فكرة بيتغزة وبيتبول ويتبرز يعني ازاي ده مش إنسان بقى لحد دلوقتي هو لسه فيه شروح المفروض بقى على 120 يوم 120 يوم يعني يدخل في الشهر الخامس ففي الشهر الخامس بقى حركة الطفل بتزيد العضلات الشعر الشعر السادس بقى يجي العيون تتفتح والطفل يسمع الأصوات اللي حواليه ويتواصل معاك ويعني مع الأم دي حاجة أفكار مش موجودة في الفهم الإسلامي الفكرة الإسلامية المرتبطة بالحديث بدائية جهلة لا إنسانية أنا فكرت بقى في حاجة وأنا بشوف ده جات لي فكرة كده إنه يعني كان عندي سؤال عن أثار التعليم الإسلامي على الموضوع ده فسألت بسأل نفسي كده طب طفل الزنا المولود من زنا بيتعاملوا معاك إزاي لإنه إحنا عارفين عملنا حلقات كتير على موضوع الولد للفراش وللعهر الحجر عملنا أيضا حلقات على موضوع أطفال الزنا وإنه ماء الزنا هضر الولد للفراش ده للستة اللي متجوزة فده هيلزق في الراجل هيلزق في الراجل ابنه مش ابنه خلص لكن الطفل اللي مولود من أم واب مش متجوزين يقولك إنه ماء الزنا هضر إنه الطفل ده لا ينسب للرجل أصلا وإنه يفضل هذا الطفل يقال عنه ابن زنا على طول طول عمره تسمعوا كده رأي الشيخ في موضوع الزنا والأطفال اللي بتنتج عن الزنا الرؤية الاجتماعية والدينية لهذا الموضوع بتخلي الإنسان عايش في عار دائم خطأ امرأة أو رجل لا هي غريبا خطأ المرأة لأن خطأ الراجل ده على طول بيتغطى عليه بيعتبر عار على المجتمع كله مش حاجة شخصية فينتج الرعب ده وحالات الإجهاد المستمرة اللي بنشوفها شوف الفيديو اللي جاي حملت من سفاح أو من حرام ست اللي زنيا بها أو حضرتك إن زنيت بوحدة مش معنى أن حضرتك اتجوستها أن أنت صلحت غلطتك لا كلاكما ما زال عند الله زانية سيحاسب على جريمة الزنا لو تابوا لا ما ليش دعوا بالتوبة أنا بقول دلوقتي الزواج ما ينفيش جريمة الزنا حملت من زنا والولد هينسب إليه خلاص الحمد لله ست دعاء اعترف بالواد هذا الولد ينسب إليه قضاءا لا ديانة يعني الولد ده عندنا في الإسلام طول عمره إلى مماته اسمه ابن الزنا خلي بالك مش معنى أن ابو اعترف به أنه هو رفعت عنه واسمت العار اعترف به ما تجوزهاش كلاهما هو موصوم بابن الزنا نيجي بقى لابن الزنا ده يقولك ينفع اجهده العلماء اختلفوا فيه العلماء اختلفوا بس ينفع تجهده يعني العلماء اختلفوا ده أنا بس هاخدها كده بالعكس قالك العلماء اختلفوا ده يعني أن هناك علماء أباحوا أنه يجهد ابن الزنا لأنه ابن الزنا لأن السؤال هنا هليوجد ابن الزنا آه ممكن في علماء أباحوا بس هو حطها في إطار العلماء اختلفوا طب اختلفوا يعني ايه يعني في حد أباحوا في حد لا ما أباحش مش كده إنما الفكرة اللي بتخلي المجتمع بدل ما الراجل يوتوب كده ويقول طب أنا توبت إلى الله وهروح أتجوزك وخلصنا ربي العيل ده مع بعض لا ده خلاق يبقى أنت إعترفت بالعيل ولا ما اعترفتش بالعيل الدين بيقول ده مش ابنك شيء مرعب فاكرين لما عملنا حالة قصة على حالة من الحالات راجل ووحدة خلفوا بنت وبعدين اتجوز الست دي بعد ما البنت خلفها لكن خلى البنت دي تتبقى عايشة مع أخته ويبقى معروف إنها بنت زنة مش عايز يعترف بيها لكن خل اتجوز أمها وخلفه بنت تانية عايشة معاهم بس البنت دي لأ لأنها بنت زنة لأن ماء الزنة هادر لأن هذا الدين منفصل عن الحقيقة اللي هي أصلا يعني اللي من عند ربنا الدم والجينات بتاعت البنت دي هي جينات أختها وامها وابوها مش مختلفة لكن الدين يقول لك مختلفة لأنه دين أرضي شيطاني وليس من الله علشان يفضل الشيطان يضع الناس دي أمام اختيار إنها تقتل الطفل ده وأنه هذه النظرة لها أثار كارثية في المجتمع وكارثية على حياة الإنسان رجالة وستات الراجل يزني ويسيب الستة تتصرف فتولد وتخنق العيل وترميه أو تحطه قدام الجامع أو تحطه في صفحة الزبالة لأنها ما عندهاش حل تاني هتفضل طول عمرها شايلة ابن الزنة أو تجهد وتخلص بقى ولا يومين في البيت ولا منشاف ولا مندري اسمع معايا الفيديو اللي جاي ده الشيخ ده ما هواش يعني ده على فكرة ده بقاله كان الأول بيطلع مع دعاء ويعودوا يتخنقوا يعني هي ستة هي بتقول يعني طب لو تابوا مش عارف إيه مش حاجة اسمها كده عند القضاء بس مش عند الله مش عند الدين دلوقتي بي عنده برنامج لوحده علشان إيه عشان بيقول الإسلام زي ما هو بعبلوا بعفنوا شوف الفيديو اللي جاي ده نتيجة فكرة إنه ده ابن الزنة وإنه مفيش حل للبنت اللي تغلط ولا للرجل اللي يغلط شوف النتيجة في المجتمع بقى شكلها إيه وتعامل معاها الدين بالشاب إزاي نشوف نيجي ابن الزنة اختلف فيه الفقهاء فقالوا يجوزوا إجهاده بشرط ألا يتعدى مية وعشرين يوم قالت عليها امرأة لا أنساها أبدا أقسمت ليه بالله إن البنت حملت من سفرح فجات تسألني أنا كنت معاها في الولادة فلما نزلوا الاتنين الأجنة أجهضت عليهم موتهم أقسمت بالله أمامي وهي امرأة طائنة في السن وبعدين أو ماتوا الاتنين ودفنوا سطرا لكل هؤلاء هي ظنت بعقلها أن تسطر العيلة كلها وبعدين بتقول أنا سمعت عن قتل النفس فجاي أسأل دون نفسين طبعا أنت ما تقدرش الشيخ ما يقدرش يقول يا لهوي لا الشيخ ما يقدرش يقول يا لهوي بس الشيخ يقدر يقول لها طب روح يبقى سبيلك شهرين ولا مش عارف إيه هقول لها إيه بقى ما سلت كبيرة يعني سطرت على العيلة كلها أصلها لو كانوا البنت خلفت العيال دي كانت أمها تطلقت وأنا تطلقت وخليتها تطلقت وعمتها تطلقت أنا مش هقول لكم رب والبنات لكن هقول لكم إحنا محتاجين إن الإنسانية والفهم الحقيقي لقلب الله يتربى في قلوبنا وبيتكلم بيضحك عادي يعني عادي عادي القصة دي نتيجة مجتمع ما بيحلش مشاكله الحقيقية اللي نبع من دين لا يرى الإنسان إنسان لأنه لأنه الإنسان ده حتى الحديث يعني لو رجعنا للحديث الحديث ده برضو من مشاكله الرهيبة إنه بيجي في الآخر يقول لك الملاكي ينفخ فيه الروح ويدينه بقى إيه الكتاب أجله شقي ولا سعيد والكلام ده كله ليه يحصل إيه يقول لك هذا الإله خصص إنه يكون الإنسان ده عايش حياة بيعمل الصالح وفي الآخر يروح النار بيعمل الطالح وفي الآخر يروح الجن مفيش توازن فيه لخبطة ومفيش مفر بالنسبة للناس اللي عندهم المشاكل الحقيقية دين أروح للشيخ عشان يديني رخصة ومتبقوش تتكلموا بقى على سكوك الغفران ومحاكم التفتيش والكلام ده كل أنتم أصول سكوك الغفران شيوخ المسلمين واختلاف القراء هم اللي بيدوا التصريح للناس بالخطية والتغطية عليها لكن مفيش من القلب تنظيف شوف الفيديو اللي جاي ده الفيديو الأخير الحقيقة أنا يعني عايزة أقف عند برضو الشيخ ده قال حاجة قال إنه 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 في فرق بين الرأي الطبي والرأي الديني وإنه الاتنين يعني مش لازم يكونوا ماشين يطلاقوا يعني لأ ممكن ده يبقى رأي الدين كده ورأي الطب كده لكن احنا ملناش دعوه احنا نمشي برأي الدين في فرق طبعا في فرق في فرق الطب بيقول إن ده إنسان من لحظة التلقيح لكن الدين بيقول لا نقعد نستنى 120 يوم وملك ينفخ ويدي له شقي ولا سعيد فنشوفوا بقى اللخبطة في الفيديو اللي جاي ده نشوف رأيه إيه لما يكون الطفل في عيب خلقي وحضراتك قلت رأيي خطير جدا وحضراتك قلت رأيي خطير جدا أنا نادرة ما بسمعه فكرة إنه لا لو الولد هينزل تعبين مش هي تعبين أنا في المرض المرض الذي يكون عبئا على شخصه قبل أهلي بل وبعض الأطباء في بعض الأحيان يجزموا بأن الوفاة آتية لمحلة طالت قصرة هيموت لي لمند معين أو سن معين وهيموت بعد وعنده لمند فعلا يعني ماليش سامحوني الأطفال المعاقين أو ذوي الهمم أو اللي عندهم يعني أي مشاكل سواء كانت جسدية ولا عقلية بيقولوا عليهم أصحاب الهمم أو إيه زوي الاحتياجات الخاصة يعني في مراحل كتيرة نقدر نقول إن الطفل ده عنده إعاقة جسدية بنسبة كذا وده إعاقة جسدية شديدة جدا لكن في الحالتين بنشوف إنه الغرب الكافر اللي أنت بتقولوا عليه غرب كافر بيعتني بالأطفال دول وبيعتبرهم يعني مهمة حياة وبيعتبرهم بركة غير عادية وفي ناس بيروحوا بالذات يتبنوا الأطفال دول ويخصصوا ويخصصوا حياتهم كلها ليهم وفي لسه أنا سمع قصة واحد ووحدة النهاردة القصة دي سمعتها إنه الدكتور وراهم إنه إنهم الحمل بتاعهم بنتين والبنتين ملتصقين كونجوينت فقرروا إنهم حيخلوا الأطفال ويدوهم فرصة الحياة لأنهم ممكن يعيشوا ممكن لا لكن الأم قالت لا أنا حمشي في الحمل علشان خاطر قديهم فرصة الحياة لأنه ربنا عملهم بركة لأنه ربنا عنده تصور لحياتهم مش أنت المسؤول عن تصور لحياة أطفالك أنت مسؤول إنك تعتني بيهم في كل الظروف يعني أنا جي لي طفل عنده مشاكل نفسية حد بعد كده يعمل تحليل يقول إنه الطفل ده هيجي عنده مشاكل نفسية قولك لأ ماليش نفس الأطفال لهم مشاكل نفسية المشكلة النفسية والمشكلة الجسدية على نفس المستوى هي كلها نعتمد فيها على الله إنه فرصة للحياة لهذا الطفل ممكن الطفل ده يطلع ما عندهش أي حاجة وممكن يتولد ويموت ليه بنشوف عند الغرب الكافر تعاطف وتقاعس وهروب عند المسلمين ويقولك كده صراحة الطب يقول حاجة وإحنا نقول حاجة إحنا ملناش دعوه الشيخ الجاهل ده هو اللي بيحدد من يحيا ومن يموت ويقولك يديله لمند يعني طب بلاش تتكلم إنجليزيا يعني نرجع للحقائق الكتابية إنه الشيطان كان قتالا منذ البدء عايز يقتل الإنسان وخاصة الأطفال لا يعطي فرصة للحياة لأنه عارف محبة الله للإنسان كل إنسان في مقاصد الله الحقيقي له هدف ورسالة حتى لو كان معاقض اهنان أو جسديا لأنه الإنسان ده أنا يمكن حكيت القصة دي قبل كده إنه أحد أصدقائنا كان عندهم ولد منغوليان أو مش عارفة بيقولوا عليه إيه منغولي لكن قد إيه كان الولد ده بهجة في أي مكان يروحه كنا بنحب نزورهم علشان الولد ده في أي مكان وكان سبب بهجة وبركة في حياته ومحياتنا من أنت أيها الإنسان الجاهل حتى إنك تقول إنه لأنه الطفل ده واضح من جيناته في الحمل إنه حيطلع عنده مشكلة نشيله كان حياة الأم والأب دول حتكون إيه من غير الخبرة دي مثلاً ده مثلاً صغير لكن أياً كان في مقاصد لله في حياة كل إنسان الإجهاد جريمة ومش حل هل فيه ظروف استثنائية لموضوع الإجهاد ده أنا عن نفسي بشوف إنه لا ما فيه ظروف استثنائية فيه اختيارات فيه إنسان بيختار اتجاه يا إما لنفسه أو على حسب حساباته وهو الشخصية لكن لازم نفهم إنه يعني على اختلاف المجتمعات سواء كانت شرقية أو غربية علشان ده يتغير في حياة الناس لازم مبادئ فهم العفة والمسئولية تتغير جوايا أولاً وغيرها وقدي البنتي فرصة إنها تغيرها في حياتها إن أخطأت تتحمل مسئولية الخطأ ولكن الأطفال الطفل مش خطأ ده حياة ده إنسان أصبح مسئولية الله يعدل حياتك لو أعططيله حياة فيه مثل إنجليزي يقولك إنه two wrongs does not make a right حاجة زي كده إنه خطأ يعني ما نفعش تصحح خطأ بجريمة ما نفعش تصحح خطأ بخطأ تصحح خطأ بجريمة ليس حل بل جريمة تؤدي إلى توابع كارثية أحيانا ظاهرة وأحيانا لا كتير من المؤمنين اللي قابلتهم في حياتي وأنا واحدة منهم اختياري إني إني أعمل إجهاد في حياتي سبب لي ألام نفسية كل ما افتكر إني عملت اختيار زي كده وبص الأولاد يقول إنه الولد ده أو البنت دي كانوا هيكونوا بركة أكبر في حياتي بدل ثلاثة كان هيبقى عندي أربع بركات لكن أنا اخترت لنفسي اللي ينسبني في الوقت ده ما كنتش عارفة الألام اللي هتترطب عليه لكن أيضا الاختيارات اللي زي كده بتضعنا أمام إن إحنا نتعلم عن نفسنا الاختيارات اللي زي كده بتوريكي قبح الإنسانية اللي ما يشفيهاش إلا يسوع المسيح لو كنت أعرفه في الوقت ده يمكن كان الأمر اختلف النهاردة أنا بكلمك أنت لو كنت تعرفي يسوع أو لا لو كنت تعرفي يسوع فربنا بيقولك إن أنا ليا في الموت ما خارج حتى ولو كنت في موقف صعب وفي مكان خطير اطلبي مني النهاردة وأنا حديلك حياة وحديلك مخرج إزاي دربنا يحققوا في حياتك إنك تلجأي له لو كنت بتتفكري في الإجهاض النهاردة أنا بقولك إن الاختيار ده اختيار أناني حتى لو كنت في الظروف صعبة وإنه الطفل اللي في بطنك ده ممكن يكون سبب بركات لا تحصل ممكن يكون هو الطفل اللي حيكون جنبك والباقي لا إعطائك فرصة للحياة حتى ولو كنت في مكان خطر اعتمادك على الله هيخرجك منه وإن الطفل ده ملوش ذنب لأنه الجواكي ده دلوقتي ممكن يكون مش بركة بس ليكي بل بركة لكثيرين ممكن يكون صوت للمسيح الله عايز يستخدم ثقي إنه حتى لو غلطتي الله يقدر يصلح غلطك ويعطيك حياة من خلاله لو كنت متعرفيش المسيح خالص وما بتسمعيش إلا من إله الشر أنا هقولك النهار ده أنت في موقف صعب لو كنت بنت صغيرة متعرفيش حد ما عندك حد الجائي لحد كبير يكون بيفهم لكن قبل ده وده اطلبي من الله جرابي كده تطلبي من يسوع المسيح وقولوله يا يسوع أنا معرفكش بس خلصني ساعدني افتح لي باب أنا مش عايزة الطفل داي موت يمكن ربنا يحطك في طريق ناس ياخدوك لحد ما تولدي ولا حاجة وياخدو الطفل يربوه مثلا مثلا الله ليه في الموت ما خارج الله لا يمكن يسيبك لوحدك لو طلبتي منه إله الإسلام ما عندوش حلول هو لا يرى الإنسان إنسان أصلا سواء كان 120 يوم ولا 120 سنة لأنه في نفس الحديث قالك أنا أنت ممكن أوديكي النار حتى لو كنت يصلحة وممكن أوديكي الجنة لو حتى لو كنت يطلح على مزاجه مش حسب محبته المسيح بيقول إنه قلبه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون الجميع يعني الجميع يعني الكل مش ممكن يسوع يضع مش ممكن الله يضع نفسك والطفل اللي في بطنك ده أنا أسفل الصوت يا جميع مش ممكن يضعكم أنتم من الاتنين في مكان وانت بتطلبي في معنا وما يعنكيش يا رب أنا بصلي لكل امرأة مرت بتجربة الإجهاد الأليمة دي بضع أمامك يا رب قلبها بسألك إنك تعطيها شفاء وإنك تعطي الأب كمان أيضا شفاء وإنك تعطي توبة يا رب وإنك تفتح أبواب شفاء داخلي لأنه أنت وحدك عندك الغفران بسألك يا رب من أجل كل بنت أو ست الآن موضوعة في مكان اختيار إذا كانت تعمل الإجهاد ولا لا أسألك يا رب بإعجاز تعطي أنت مخرج لهذا الأمر وتغطيها وتعطي لهذا الطفل حياة وتجعلها بركة وتجعله بركة في حياتها في اسم يسوع أنا بشكركم بصلي إن الحلقة دي تكون باب رجاء مش إدانة مش في قلبي أبدا إدانة لأي ستة عملت إجهاد لإني هو وضعت نفسي أمامكم زي زيكم لكن أنا خرقت من خلال شفاء يسوع قلبي إنك أنت كمان تخرجي من ده بشفاء يسوع المسيح وحياة تكون مركزة ومرتكزة علي هو وعلى محبته ليكي وللوف بطنك في اسم يسوع وصلي أمين